مخاوف متصاعدة من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق بعد قرار تخفيف حظر التجول في جميع مدن البلاد تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ويقضي القرار بالسماح بالتجول وممارسة الأعمال اليومية من الساعة السادسة صباحاً إلى السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت مع استمرار غلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمراكز التجارية ومنع إقامة التجمعات وأبد الكثير من المواطنين مخاوفهم من تداعيات هذا القرار وإمكانية أن يؤدي إلى انتشار واسع للوباء مؤكدين أن الانخفاض الملحوظ في إعداد الإصابات لا يعني الاسترخاء في تطبيق الإجراءات الاحترازية ما دفع عضو خلية الأزمة الحكومية رياض عبد الأمير إلى القول إنه في حال ارتفعت الإصابات اليومية ستتم إعادة الحظر الشامل وبالتزامن مع الإجراءات الجديدة التي بدأت السلطات في العراق بتطبيقها أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يكون تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا بشكل تدريجي وقال المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في المنظمة الدولية تاكاشي كاساي إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس هذا والتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزحامات المرورية الشديدة التي شهدتها العاصمة بغداد في الساعات الأولى من رفع الحظر بشكل جزئي وتظهر الصور ازدحام عشرات السيارات في مناطق وطرق مختلفة ببغداد فيما عبر رواد مواقع التواصل عن مخاوفهم بشأن توسع انتشار الفيروس مطالبين الجهات المعنية بضرورة منع تلك الزحامات سواء في الشوارع أو الأسواق والحفاظ على الإجراءات التي أسهمت في احتواء الوباء نسبيا أو الاستعداد لعواقب قد تكون وخيمة وتفوق قدرة القطاع الصحي المنهج على التعامل معها